أريد أن أعرف منك من جديد أستاذة فاطمة حول موضوع من يمنع أولاً وضع المرأة في تونس بشكل كامل قبل أن أسألك الأسئلة الأخرى المرأة التونسية هي مرأة لها بعد اجتماعي محسوس ولها تجدر تاريخي في المقاومة وفي تفدر الصفوف الأمامية حتى ما قبل الاستقلال هي مرأة مناظلة هي نتيجة تراكمات تاريخية عديدة ونضالات جعلت منها أيقونة للشعوب العربية ورائدة في عدة مجالات يعني لا يخفى لأحد نضال المرأة التونسية أثناء الاستعمار حتى أن أحدهن صنفت كمقاوم خطير مثل حسنية مثل طاوز نتابع طبعا هذه التجربة التونسية باستمرار ونتبعها خصوصا بعد تفجر هذا الربيع الذي أساسا تفجر في تونس فكيف كانوا وقعوا على المرأة هي دائما في تقدم المرأة لا تعرف تأخر مرأة تونسية قلنا أنها مرأة ريادية يعني نرى المكاسب التي حققتها المرأة بعد الثورة كقانون مناسفة في البرلمان المرأة لم ترضى بنظام الكوتا بل مناسفة أفقية وعامودية أصلا كذلك في الصفوف الأولى أثناء الثورة مما أربكة حتى المخابرة التونسية يعني كانت المرأة يوم أربعتها جونفي جنبا إلى جنب مع الشاب التونسي ومع الشيخ ومع الكهل في الصفوف الأولى حتى أنه لم يستطع المقاومة العنفية لأنه خاف مردة فعل العالمية إذا استعمل أرصال في أستاذة فاطمة في نقاش على مستوى العام الداخلي حول علاقة الدين بالدولة وطبعا التشريعات الأخيرة في هذا الشأن هل أيضا المرأة في تونس ما زالت تعاني من تقاليد معينة أو حتى من ثقل الدين على المجتمع والدولة أيضا المرأة في بلد ديني هي نتاج تراكمات تاريخية اجتماعية سياسية قلنا أن المجتمع التونسي وحسب بعض الدراسات الاجتماعية وقال أن المجتمع البربري هو مجتمع أممي بمعنى أن المرأة فيه قائدة المرأة كانت سبب رئيسي في استقرار الرجل يعني تلك القبائل الرحل المرأة أنتجت ثقافة جعلت من المجتمع يبني المدن المجتمع قائم ومنزلت المرأة الريفية إلى حد اليوم هي التي تقوم بيعالة الأسرة بتربية الدواجن بالأغنام بالصوف المرأة التونسية هي المرأة القوة هي المرأة الفاعلة هي المرأة الأم هي المرأة العاملة ومازالت تحقق عدة انتصارات سياسية سألتك لاحقا أستاذ الفاطمة حول ما يمنع طبعا هناك جدل في تونس حول موضوع المساواة التي لم تحصلوا عليها حتى الآن ما بين الرجل الرغم كل ما تقدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة